طيب اذا بتسمح لي سيادتك من ضمن برضو الاسئلة ان هنتكلم في دعم عيني او هنتكلم في دعم نقضي المهم التنفيذ وفي شكاوى هنا في مسألة حماية المستهلك والرقابة على الاسواق احنا ده جزء انا بشكر حضرتك ان حطيتها في سياق حديثنا دعم السيدة المشاهدين هم اللي عدوا الحوار مع السيادتك بنشكرهم من خلال حضرتك وستاذ احمد لانه فعلا اي حديث عن دعم نقدي بدون رقابة على السوق هيبقى حديث الحقيقة منقوص ويمكن خبراء الاقتصاد واسدزيتنا سواء اللي اشتغلنا معاهم او اللي تولوا الوزارة او اللي بيقولوا احاديث في بعض النصايح بتكلم على انه الدعم النقدي في ظل وجود رقمين للتضخم هيبقى شيء صعب رقمين بمعنى تو ديجيت يا رقمين بمعنى من عشرة وانت طالع 11-12 لغاية 99 لازم يبقى أقل دي نظرة وبالتالي قياس التضخم هي على مجموعة من السلع الموجودة انهي هل بقى هنبدأ بهذه السلع ونحكم الرقابة عليها ده بالفعل حصل يعني الاسبوع اللي فات فيه قرار من دولة رئيس الوزارة احنا تبنيناه مع سيادته في مجلس الوزارة السابق وصدر قرار بتجريم حبس اي منتج من المنتجات الاساسية سبع منتجات تحديدا بنتكلم عليها وفيه 33 منتج يقدر المواطن يستفيد بالحصول على الدعم للصرف فيهم ودول اللي هيبقوا الرقابة طبعا مش دول بس يعني اي منتج النهاردة هيحصل فيه تلاعب في السلع احنا مش هنكون يعني نأخذ هذا الموضوع بطريقة بسيطة ابدا نكون جدين جدا ودي كانت اول اجتمعاتنا عملتها مع الغرف التجارية الحديث مع الغرف التجارية ممتد اعدنا معاهم ومع دولة رئيس الوزارة ضبط الاسعار الزملاء في جهاز حماية المستهلك يعني انا عايز اقول لحضرتك انها النظرة بتاعتهم شملت كل شيء بما فيها المخابز والمطاحن وشركات الجملة وكل يعني المقدمين خدمات السلعية الرقابة بتشتد عليهم وهتزيد والحقيقة يعني احنا لو ربنا وفق شعورك ووصلنا لفكرة المجتمع يقتنع بيعني نجاح عملية الدعم النقدي ازاي ما حيك عارف حضرتك بتتكلم وزاي ما قلت المواطن بيتكلم واحنا طلبنا برضو دي كان من بعد تكليفي من سيادة الرئيس على طول اول مكالمة عملتها عملتها مع دكتور ديا رشوان لاني طلبت منه يتبنى الحرار الوطني الحديث عن هذا الموضوع العالم كله يا فندم بيتكلم عن مراحل صنع القرار مش اتخاذ القرار صحيح ومن مراحل صنع القرار ان المجتمع يقتنع صحيح يشعر باهمية لغاية النهاردة احنا كنا منتكامل لغاية انبارح احنا في حوار مع وزير المالية مع محافظة بنك المركزي في مجلس الغزرة الجهات المعنية احنا في حوار مستمر ولابد ان نقتنع جميعا بانه هناك فائدة